السلام عليكم معاكم منذر محمد نكامل مع بعض الحلقات الخاصة براشة رفت نسخة 24 وبرنامج تون موشن نسخة 23.1.2 وحسب النسخة اللي هتكون متاحة وقت تسجيل الفيديو انا لسه طبعا مخلصتش برنامج رفت لسه في حاجات تانية بس عمتا من دلوقتي هابداء ادخل معاك في تون موشن النسخة اللي معايا 20 فهتلاقي عندك في ال VTab في عندك اصلا تون موشن بمعنى انت مش محتاج اللي هو البلاجين اللي بيطلع الملف ليه تون موشن عندك اكسبوت داتا سميث او حتى سنكون ايس احمل تون موشن منين محتاج عندك ايبك جيم لانشر طبعا ايبك جيم مش بس بتاع انويل انجين هتلاقي حتى بتاع العاب يعني في ناس اعتقد عندها اصلا عشان العابه كده تحمله عندك من الموقع ده هسيبهولك اللي هو تون موشن دوت كوم داونلود او انجليش يو اس داونلود هسيبهولك في الكومنت او في ديسكروبشن هتدوس على داونلود لانشر بعد كده يبقى عندك بالحساب اللي انت هتعمله هتوح لانويل انجين هتلاقي فيه تاب بتاع تون موشن دوس داونلود حتى النسخة مجانية فيه نسخ مجانية متاحة يبقى انت لو عندك النسخة بتاع 24 فانت عندك في الفي تاب عندك اكسبوت داتا سميث على طول ما عندكش عندك نسخ قبل كده محتاج تحمل بلاجين بيعمل اكسبوت للملف لبرنامج تون موشن فدي اول حاجة بالنسبة التاني حاجة عايز اقولك عليها كنت ماشي معك خطر بخطر في الجزء الاول تاني لسه ما خلصت الشرفت بس بفكرك بالجزء الاول بقولك كل حاجة تاخد خامة وكل خامة تاخد البرامتر بتاعها هتلاقيين اعمل كل واحدة منهم خامات وارجو انك شوف الحلقات بتاعت الخامات لو عايز تاخد الموضوع صح عشان تفهم الاسيت والابيريانس بتاعتك والجرافك والايدنتيتي المهم كل جزء عندك ياخد الخامة بتاعته عشان لما نيجي فيه تون موشن يبقى كل حاجة لما نيجي نعمل لها أبلاي للماتيريال ما يبقاش عندك مشاكل سواء للعنصر او للماتيريال تمام فانا معتمد انك شوفت الفيديوهات وحتى اللي بتاعت الجزء الاول وكمان عندك الحلقات بتاعت الماتيريال هتلاقيها في القناة او هتلاقي اللينك بتاعها في الدسكريبشن او كومنت يبقى هتحمل تون موشن تركز على الخامات عشان الكتل كل حاجة تاخد الخامة بتاعتها بالنسبة لعناصر الاندسكيب انا شرحت لك الفيديو بتاع الاندسكيب والتوبو صوليد فيه نقطة انتبه ليها وهي التوبو صوليد في النسخة الجديدة والديفايد بتاعها او السبديفايد انا هنا ما اعتمدش عليها دايما حاولت اعتمد على اني اعمل عنص ويقطع منها مثلا عايز هنا هتلاقيني في التون موشن مثلا هنا عندي فيه هقفل بس الباث تريس عشان بيخلي الدنيا تقيل قوي عندي هنا ارضي اهي وعندي فيها زي ارضيه تانية او خامة تانية زي البلاطات دي بشكل مستطيل ما عملتها اش سبديفايد عملتها ارضي قطعت من التوبو صوليد بمعنى ايه بمعنى اني بديت لما اشك الاندسكيب قبل ما اطلع لتون موشن عندي هنا عايز اعمل حتة مختلفة هواحل لتلانت زيو مثلا هدوس على فلور من اول خالص او حاجة تقطع منه يعني مثلا كده هتجي لك ارسال بتاعت الاورلاب غلط يعني كده غلط حتى اردوس كلك هتلا عندك التنبيه دوت بنحله ازاي ان احنا نعمل كت او حتى ممكن جوين اعتقد بس هنا هنعمل كت ادوس كت شو هتلاقي كت كلك على عنص اللي هنقطع منه من الموديفاي كت والعنص اللي هيقطع يبقى كده كأنك اكلت من التوبو سوليد الحتة بتاعت الفلور دي حتى لو اخفتها هوا هتلاقي كأن اتاكل منها ودي بقى تاخد خامة لوحدها تصنفها لوحدها فده افضل بالنسبالي من اني اعمل السبديفايد بشكل كامل بعضه افضل بالنسبالي من اني اعمل سبليت فيس يبقى انت حاول تصنف الخامات قبل ما تحل تون موشن وتعمل العناصر منفصلة وانا لما عملت ابلاي للعشب ده عملته في العنصو ده وده مقطوع من نوع البلاط فعنصو وعنصو خامة وخامة عشان تريح نفسك ما نلاقيش الموضوع او متلاقيش الموضوع معك بزيادة اوي او بتعدل كتير او بسر بالخامات يعني تمام ده سريعا كده قبل ما نبدأ نشتغل فيه تون موشن انت بتكون مجهز الموضل بتاعك ده اللي حبيت اقوله لك في الفيديو دوت عشان قبل ما اشتغل معك فيه برنامج تون موشن وازا يتحمله الاسيات على الاقل اللي تكون معاك ولو عندك نسخة جديدة مش تحتاج داتا سميث تاني لسا ما خلصناه شوفت ده بس بداية التع نعمل مع برنامج تون موشن ان شاء الله من اول الفيديو الجاي عندك اي سؤال اكتبلي فيه الكومنتس وبالنسبة لو مهتم بالاشتراك في الدرات المتقدمة او الدرات الخاصة ممكن تتواصل معي عبر ارقام او تفاصيل الاشتراك هتلاقيها عبر التواصل هتلاقي الارقام في الكومنتس او في الدسكريبشن اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله